اشتركوا في القناة البيترددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد الأوجه. المحاولات أحدية الوجه هي المحاولات الصغيرة اللي احنا على طول بنستخدمها في الشواحن شاحن اللاب وشاحن التليفون ده محاول وجه واحد صغير. يشتغل على 220 فولت ويخفض لأقل قيم من ذلك. المحاولة سلاسي الأوجه ده محاولات بقى خاصة بالقدرة الكهربية. طب احنا دخلنا كده كلامنا في المحاول بسرعة ودخلنا في الموضوع بسرعة. طب ما تيجي الأول نعرف ايه هو المحاول الكهرابي وعندي منه أنواع ايه وتركيبه ايه علشان نبقى فاهمين هو كان في شاحن التليفون بيعمل ايه. صح كده. المحاول الكهرابي ده جهاز بيعمل على نقل القدرة الكهربية من محطات التوليد الى شبكات التوزيع بس كده. لأ طب برضو كان في شاحن التليفون بيعمل ايه. كان في شاحن اللابتوب بتاعي بيعمل ايه. كان في الادابتور او في قطعة التوصيل للروتر عندي في البيت. بتعمل ايه. صح كده اما كل الحاجات دي فيها محاول. قال لي والله الطيار الكهرابي او الجهد الكهرابي عندي فرق الجهد اللي موجود عندي في المنشآت السكنية هو وجه واحد طبعا بس 220 فولت. بس لو جيت حضرتك بصيت على بطارية التليفون بتاعك او على لوحة البيانات اللي موجودة على ظهر التليفون بتاعك اللي هي الستيكر اللي عليه البيانات ده. هتلاقي انه بيقولك انه بيشتغل على جهد آآ تلاتة فولت وسبعة من عشر. او اربعة فولت مسلا. هتلاقي ان اللابتوب بتاعك مسلا بيشتغل على اتناشر فولت مسلا. طب المتين وعشرين. انا هوصل الكابل التليفون عاوزة شحنه آآ من عايزة شحنه عشان هيفصل. فهوصل رأس الشاحن بتاعتي زي ما بنقولها كده رأس الشاحن وصلنا على المتين وعشرين فولت فحصل ايه? ان المحول المحول الداخلي ليه? الشاحن حصل ايه? حول او خفض ما حولش بقى هو خفض قيمة الجهد اللي هي كانت ميتين وعشرين فولت واجه واحد الى قيمة تتناسب مع الجهاز. اللي مثلا ثلاثة وسبعة من عشرة اربعة فولت ستة فولت اتناشر فولت على قد الحمل ما هو عايز. صح كده? يبقى من خلال كلامنا ده وتوضيحنا ده فهمنا ان بيستخدم المحول الكهرابي في رفع او خفض الجهد الكهرابي او الطيار. لانه طالما عندي محول بيخفض الطيار اكيد من شرحنا وفهمنا النهاردة هنكتشف ان نفس المحول انا ممكن اشغله محول رافع طب ازاي? قال لي والله بقى بتعتمد على الملف الابتدائي والملف السنوي طب تعالى نتكلم بقى في شرحنا ونشوف المقدمة اللي احنا قلناها دي كده نشرح المحول الكهرابي المحول الكهرابي لو بصينا مع بعض هتلاقيه بيقول لي المحول الكهرابي هو جهاز كهرومغناطيسي لا توجد به اجزاء متحركة وتعمل المحولات الكهربية على خفض او رفع الجهد او الطيار طب واحد يقول لي يا مستر هو يعني ايه خفض او رفع الجهد او الطيار طبيعة الحال المحول الخافض للجهد هو رافع للطيار والمحول الرافع للطيار هو خافض للجهد تمام كده طيب كمان بيقول لي ان استخدامات المحول الكهرابي بتستخدم في ايه قال لي تستخدم المحولات في العديد من التطبيقات في الدوائر الالكترونية والدوائر الكهربية وفي نقل القدرة الكهربية من محطات التوليد الى شبكات التوزيع والمستهلكين حد من حضراتكو شاف المحول قبل كده حد فك الشاحن بتاع التليفون او شاحن اللاب حد فك مثلا اي دايرة الكترونية بوردة الكترونية لأي جهاز بوردة كمبيوتر او اي جهاز الكتروني فيه بوردة هتلاقي فيه العناصر الكهربية وهتلاقي فيه حاجة مربع اسود كده صغير قد كده مربع اسود وعليه ملف دا الجزء البسيط اللي انت شفته دا دا محول محول كهرابي وفيه محول كهرابي بيبقى قد يعني محول كهرابي كبير بقى في محطات التوليد واللي انت بتشوفه متعلق على او متركب على عمود وسط المنطقة الزراعية دا محول كهرابي بتشوفه في محطة محطة التوزيع ومحطة النقل للطاقة الكهربية بتشوفها كلها محولات وكل محول منهم مسؤول عن امداد منطقة تمام في بقى المحول دا اشكاله بتختلف نقدر نشوف الاشكال دي مع بعض تعالى مع بعض على الصورة اللي قدامنا دي توضح لنا الاول الية عم او وظيفة المحول في منظومة نقل الطاقة الكهربية او منظومة الطاقة الكهربية انا منظومة الطاقة الكهربية دي يا شباب بتنقسم الى جزئين مهمين جدا لو بصنا على الصورة دي هتلاقي ان انا عندي هنا الجزء الاحمر دا اللي هو شكل المصنع دا دا محطة التوليد للطاقة الكهربية ادي منظومة لوحدها قائمة بذاتها منظومة التوليد عندي كمان منظومة تانية اللي هي ايه مجموعة الاعمدة والابراج والكبلات اللي هتطلع من محطة التوليد دي اسمها منظومة النقل والتوزيع تمام كده طيب يبقى المحول دا انا اقدر استخدمه فين قال لي والله بمجرد ما بتطلع الطاقة الكهربية او القدرة الكهربية من محطات التوليد بمجرد ما تطلع اول حاجة بتدخل عليها القدرة الكهربية دي بتجي دخل على محول سلسل ارجو كبير المحول دا بيرفع القدرة الكهربية دي لقيم عالية جدا تطلع على خطوط نقل تروح على مين على محطات النقل والتوزيع والمحول هنا بيبقى محطة نقل تمام فبيطلع على محطة النقل بيروح على الكبلات والابراج اللي احنا بنشوفها في الشوارع والكابلات الارضية وبيبقى دا شبكة النقل والتوزيع لحد ما توصل عند البيت اللي موجود على اليمين هنا اللي هو المستهلك تمام كده يبقى دا شكل او تسلسل لمنظومة الطاقة الكهربية سواء الجزء الاول منظومة التوليد والجزء التاني اللي هو منظومة النقل والتوزيع طيب هي اشكال المحول دي ممكن يبقى لها اشكال احنا ممكن نشوفها ونعرفها دي كده اشكال المحولات اللي حضرتك بتشوفها في اي بردة او اي شاحن للتليفون وخلافه تمام يبقى دا كده الشكل اللي احنا شايفينه دا دا محول انت هتشوفه عندك في المدرسة زي المحول دا زي دا تمام كده زي دا دي محولات صغيرة انت هتشوفها عندك في المدرسة ولكن عندي انواع تانية من المحولات اخرى صغيرة اشكال بسيطة وصغيرة جدا من المحولات بتبقى مسبتة في الدوائر الالكترونية والدوائر الكهرباء الصغيرة تمام يبقى دي اشكال مختلفة للمحولات ولكن خد بالك دي كلها اشكال محولات احادية الوجه محولات وجه واحد تمام كده طيب تعالى بعد كده نتكلم عن تركيب المحول المحول الكهرابي يا شباب اي محول كهرابي بيتكون من ثلاث اجزاء رئيسيين اول ثلاث اجزاء رئيسية ايه هم او يعني عنصرين اساسيين العنصر الاول هو القلب الحديدي والعنصر التاني بينقسم الى الشقين العنصر التاني هو الملفات ولكن فيه منها ملفات ابتدائية وملفات سانوية الملف الابتدائي والسانوي على نفس المحول الملفين بيبقوا على نفس المحول ملف منهم بياخد جهد الدخل او القدرة الكهربية الدخلة للمحول اللي انا عاوز اخفضها او ارفعها وبالتالي هتخرج من الملف السانوي ناحية الحمل تمام كده طيب لو بصينا على الشكل ده حلاقي ان المحول اللي قدامي عبارة عن قلب حديدي وملفين ملف ابتدائي وملف سانوي تمام كده طيب الملف الابتدائي يا شباب هنلاقيه دايما هو المتصل بالمنبع تاني الملف الابتدائي عشان وانت بتشرح الملفات الملف الابتدائي دائما وابدا هو المتصل بالمنبع الملف السانوي دائما هو المتصل بايه بالحمل تمام كده طيب لو بصينا على التركيب بتاعه زي ما قولنا في الشكل اللي احنا شوفناه دلوقتي هنلاقي انه المحول اللي عندي القلب الحديدي بتاعي ده بيبقى هو الدائرة المغناطيسية او انه هو اللي بيشيل المجال المغناطيسي طيب واحد يقول يا فندم هو ايه لازمة المجال المغناطيسي هقول لك بسرعة خد بالك هو انت لو بصيت على الملفات دي هفيه اتصال كهربي ما بينهم لأ ما فيش اتصال كهربي بين الملف الابتدائي هنا وبين الملف السانوي خالص اماليا مستر حضرتك بتقول لي ان الملف الابتدائي هياخد جهد الدخل او الجهد من المنبع او القدرة الكهربية من المنبع يخفضها الى قيم صغيرة او يرفعها الى قيم اعلى ناحية الحمل ويديها للحمل هقول لك انت خدت بالك من كلمة ان القلب الحديدي هو اللي بيشيل المجال المغناطيسي وهنا بتبقى نظرية الحس او الاستنتاج اللي هي انه نتيجة وجود مجال مغناطيسي قطع ملف فمر فيه طيار كهربي او تولد فيه قوة دفعة كهربية جميل تعالا نتكلم رقم واحد في التركيب وهو القلب الحديدي القلب الحديدي اللي بيصنع من رقائق او يصنع القلب الحديدي من رقائق من الصلب السيليكوني وتكون معزولة عن بعضها بالورنيش او الورق وذلك لتقليل المفقيد الناشئة بسبب الطيارات خد بالك من النقطة دي عليها سؤال علل مهم جدا عليها سؤال علل مهم جدا وذلك لتقليل المفقيد الناشئة بسبب الطيارات الدوامية او الاعصارية ويتراوح صمك الشريحة الوحدة او الرقيقة الوحدة من رقائق القلب الحديدي ما بين الخمسة وتلاتين من مية الى خمسة من عشرة او تلاتة من عشرة الى خمسة من عشرة وتأخذ اشكال مختلفة مثل اشكال او شكل حرف اليو والال والاي والاي ودي اشكال للقلب الحديدي اللي ممكن نكون منها قلب حديدي واخد بالك وانت في الصف الاول في التدريبات العملية اللي انت درستها وتمرنت عليها في الصف الاول اول تمرين انت عملته في الصف الاول كان عبارة عن قطعة صاج او رقيقة من الصاج الصلب السيليكوني صح كده كانت عبارة عن شكل حرف اي دي كانت اسمها رقيقة محول كهربي انت كنت بتعمل وقتها رقيقة لمحول كهربي او شريحة من شرائح المحول الكهربي طب علشان نبسط الفكرة اكتر او نوصل لك المعلومة اكتر هتلاقي ايه ان حضرتك عملت الرقيقة اللي هي حرف اي وعندك الطلبة زميلك في الفصل عملوا نفس الرقيقة حرف اي وطبعا كنتوا شغالين فيها بالابعاد والمقاسات وكان لازم تطلع بالملي علشان تبقى قد بعضها طب برضو يا مستر مش فاهمين كنا هنعمل بها ايه هقول لحضرتك كنا هنجيب الرقائق دي نحطها على بعضها وتتضغط تمام وتتعزل بالورنيش يعني الاول تتجمع تتعزل بالورنيش وتتجمع وتتضغط مع بعض وتتربط مع بعضها بواسطة مصامير برشام او مصامير طولية او باي وسيلة تجميع يعني وبالتالي كده نبقى كونا القلب الحديدي يعني انت في الصف الاول عملت رقيقة حرف اي كان الهدف منها وقتها انت بتعمل رقيقة او احد رقائق القلب الحديدي لو جمعنا كل الرقائق اللي انت عملتها انت وزمائلك في الفصل او في القسم عندك هتلاقي انه جمعنا قلب حديدي لمحول كهرابي على شكل حرف اي يتبقى انه نحط عليه حرف اي من فوق ويبقى كده كونت قلب حديدي لمحول كهرابي يتبقى ان انت تحط الملف الابتدائي والسانوي وتبقى شكلت ايه المحول الكهرابي تمام كده طيب يبقى ده كده القلب الحديدي طيب ما تورينا يا مستر شكل القلب الحديدي عبارة عن ايه مش ده حرف اي يا فندم اللي انت عملته في سنة اولى صح كده ده رقيقة حرف اي اللي حضرتك عملتها في الصف الاول طيب يا مستر هو انا واخد بالي هنا في الرسمة انه حرف اي وحرف اي بس تحطوا بالتبادل بالعكس يعني الاي هنا والشهل تحت والاي تحت هنا الاي والشهل فوق والاي فوق هقول لك للحفاظ على الصغرة المغناطيسية او الصغرة الهوائية وكمان لتقليل المفقيد الناتجة عن التخلف المغناطيسي تمام كده والسؤال هنملي سؤال يعني نخلص التركيب وهنملي لك سؤالين على جزء التركيب طيب بعد كده الملفات من شوية قلت لحضرتك ان الملفات هي الملف ابتدائي وملف ثانوي طيب يبقى الملفات عندي بتنقسم الى جزئين نفس الرسمة اهو وبقولك انه الملف اللي ناحية المنبع خد بالك الملف الابتدائي هنا مصدر الطاقة اهو الملف الابتدائي ناحية المنبع والملف الثانوي ناحية الحمل تمام كده طيب تعالى نتكلم عن كل ملف من الملفات الملف الابتدائي الملف الابتدائي اي ملف كهرابي يا شباب هو مصنوع من سلك من النحاس الاحمر جيد التوصيد وكمان بيبقى معزول بطبقة من الورنيش تمام كده طيب يعني يا مصدر القلب الحديدي شريح من الصلب السيليكوني وهتعزل بالورنيش ايوه طب وبرضو الملفات سلك من النحاس الاحمر جيد التوصيد وتعزل بالورنيش ايوه هنا الورنيش ليه فايدة وهنا الورنيش ليه فايدة تانية خالص تمام كده علشان نبقى فاهمين احنا بنقول ايه تمام طيب يبقى الملف الابتدائي هو الملف المتصل بالمنبع وهو عبارة عن سلك ها من النحاس الاحمر جيد التوصيل معزول بطبقة من الورنيش ويكون دائما متصل بالمنبع طيب حتة تانية في التفاصيل بقى نقولها ويكون معزول عن القلب الحديدي وعن الملف الثانوي طب نفهمها يا مصدر بعد اذنك هقولك ان من شوية قلتلك الرسمة اللي قدامك دي خد بالك ان الملف اللي ابتدائي والملف الثانوي مفيش اتصال كهرابي ما بينهم والحلقة الجاية ان شاء الله انا هجيب لك محول معايا هنا ونشوف المحول ده احنا هنشكله ازاي ونقدر نشكل محول رافع او خافض والملف اللي ابتدائي والثانوي وهل فيه اتصال كهرابي ما بينهم في الحلقة القادمة باذن الله حنقدر نعمل الكلام ده بشكل عملي قدامنا ونشوف المحول الكهرابي وتركيبه وهل عملية الاتصال الكهرابي ما فيش اتصال كهرابي بين الملف الابتدائي والملف الثانوي بس كده قالك لا ده ولا القلب الحديدي يعني الملف الابتدائي قلنا طبعا مصنوع من السلك الاحمر وسلك من النحاس الاحمر جيد التوصيل معزول بالورنيش متصل بالمنبع ويعزل عزلا كهرابيا وخد بالك من كلمة عزلا كهرابيا ويعزل عزلا كهرابيا عن مين عن القلب الحديدي وعن الملف الثانوي طب هي كلمة عزلا كهرابيا الكلمة دي بتثبت لك يا فندم ان ما فيش اتصال كهرابي بين الملف الابتدائي والملف الثانوي ولا القلب الحديدي علشان نقول مثلا ان الطيار هيمر في الملف الابتدائي يقوم يحصل مجال مرنطيسي او انه الطيار اللي مر في الملف الابتدائي مر في القلب الحديدي فلمس الملف الثانوي خالص ما بيحصلش الكلام ده ده كلها عملية حثية يعني استنتاجية الطيار اللي بينشأ والجهد اللي بيبقى على اطراف في الملف الثانوي او على اطراف الملف الثانوي ده ده بيبقى بالحس بالاستنتاج تمام كده وده هيبان في نظرية العمل تمام طيب يبقى نشوف الملف الابتدائي بيقول لي هو عبارة عن ملف مصنوع من سلك من النحاس الأحمر جيد التوصيل ومعزود بالورنيش ويتصل الملف ويكون الملف المتصل بالمصدر وتعزى اللفاته عن بعضها عزلا كهربيا تعتمد قيمته على مساحة مقطع الملف والجهد والطيار والطيار المتردد في هذا الملف تمام طيب الملف الثانوي نفس الكلام ولكن نفس الكلام ولكن الملف الثانوي دائما هو المتصل بالحمل الملف الثانوي دائما هو المتصل بيئي يا شباب بالحمل يبقى هو أيضا ملف مصنوع من النحاس جيد التوصيل ويتصل بالحمل المراد تغزيته بالطيار المتردد وأيضا يكون معزول عزلا كهربيا عن القلب الحديدي وعن الملف الابتدائي طيب سؤال مهمة أوي ناخد بالنا منه اذكر العوامل التي تتوقف عليها قيمة عزل ملفات المحول الكهربي قلتلك هناخد سؤالين كده يوضحولنا الدنيا اللي احنا اتكلمنا عليهم وأسئلة مهمة أوي في الامتحانات بتتكره أنا دلوقتي قلت لحضرتك انه الملف الابتدائي والملف الثانوي والقلب الحديدي معزولين عن بعض عزلا كهربيا ده حتى ايه كمان ده حتى لفات السلك معزولة عزلا كهربيا عن بعضها ازاي يا مستر وانا احط طبقات عزل بين السلك وبعضه يعني لفة سلك وحط عزل لفة سلك وحط عزل اقولك اخدتش بالك ان انا بقولك ويعزل السلك بطبقة ومن الورنيش علشان كده وانت ان شاء الله في القسم عندك او في العمليات التدريب اللي انت هتعملها هتعمل بقرة محول وهتلف عليها سلك وهتختبرها وهتقيس الجهد اللي هي هتخرجه هتعمل ملف سانوي هتلاقي المدرس بتاعك او المقيم بتاعك بيقولك ايه بيقولك من تعليمات التشغيل الصحيح اوعى السلك اللي انت بتلف بيه خلي بالك الكلام ده في المولد في المحرك في المحول اي حاجة فيها ملف كهرب هتلاقي بيقولك اوعى السلك بتاعك يتعقد وانت بتلف كده ما تخليش السلك مرمي على الارض ويتشبك في بعضه فيتعقد تيجي تسلكه ما تعرفش في خلقك داية فشدتها عقتها شدتها قلت عادي عقدة جوه مش هتفرق مش ممكن ليه بقى يا فندم لانه اللعبكة اللي حصلت وتشبك السلك اللي حصل ده عمل ايه قشر الورنيش اللي موجود على السلك وبالتالي بقى اسمها ايه فتح في الملفات بقى اسمها ايه فتح في الملفات وده حيسبب مخاطر بعد التشغيل يعني لما تيجي تشغل حتسبب لك مخاطر اقل حاجة النقطة اللي الورنيش اتقشر فيها حترتفع درجة حرارتها مع الوقت حترتفع درجة حرارتها مع التشغيل مرة مع التانية ارتفاع مع الاخر يقوم يأثر على قطعة او السلك اللي جنبها بالزبط يقوم الورنيش ينهار يقوم يحصل تماس بين الملفين فيحصل قصر فهنا بقينا في مشكلة كبيرة سببها ايه سببها اهمالي وانا بلف الملف بتاعي كان المفروض بدل السلك ما هو سبته مرمي على الارض انا حطيت البقرة بتاعت السلك كلها سبتها بشكل معين بشكل امن بحيث اني وانا شغال بعمل الملف بتاعي السلك جاي لمستقيم ما تعقتش ما تشبكش في بعض فما حصلش تأشير للسلك ما ينفعش أدوس على السلك على البلاط بحزائي فالورنيش يتأشر يعمل لي نفس المشكلة تمام يبقى هنا خد بالك قال لي ايه ده السلك معزول عن بعض اللفات معزول عن بعضها وقال لي الملف الابتدائي معزول عن السنوي عن القلب الحديد على اي اساس المادة العزلة دي بقى هنا بيقول لي اذكر العوامل التي تتوقف عليها قيمة عزل الملفات في المحول الكهرابي رقم واحد مساحة مقطع الملفات السلك اللي انت بتستخدمه في اللف مساحة مقطعه قد تمام اللي هو قطر السلك مساحة المقطع للسلك رقم اتنين قيمة الطيار المار في هذه الملفات وهنقول ايه علاقة الكلام ده كله ببعضه دلوقتي رقم تلاتة اقصى درجة حرارة يتعرض لها السلك رقم اربعة قيمة الجهد الواقع على هذه الملفات طب الكلام ده يعني ايه قال لي والله انت حضرتك لما بتمرر طيار في اي سلك قلنا قبل كده بيحصل تغير في دارة حرارة السلك جميل طيب لو السلك ده مساحة مقطعه مش متناسبة مع شدة الطيار اللي هتمر في السلك ده هيحصل ايه قال لي ارتفاع في درجات الحرارة صح كده يبقى طبقة العزل اللي هتتحط لازم ابقى عارف انا هحط العزل ده بناء على ايه هو الملف ده السلك مساحة مقطعه قد ايه طب مساحة المقطع دي هيمر فيها طيار قد ايه طب الطيار اللي هيمر في السلك اللي مساحة مقطعه كذا هيعمل لدرجة حرارة قد ايه يعني هيسبب درجة حرارة وتغير في درجة الحرارة قد ايه على السلك طب واقصى جهد واقع على السلك ده او الملف ده ايه يبقى هنا العوامل اللي بتتوقف عليها قيمة العزل للملفات في المحول الكهرابي طب في سؤال تاني نقوله مع بعض قلناه فيين في القلب الحديدي قلنا ايه قلنا ان القلب الحديدي كان عبارة عن رقائق من الصلب السيليكوني رقائق مش قطعة صلب سيليكوني صب يعني مش قطعة صب صماء لا ده شرايح جنب بعضها وقلنا كمان ان هي معزولة عن بعضها بالورنيش طب السؤال علل تصنع رقائق القلب الحديدي من الصلب السيليكوني وتعزل بالورنيش هنا احنا ممكن نتناقش كتير قوي في السؤال ده وبفهم برضو ليه قال لي والله رقائق علشان تيبقى سهل ان هي تفقد دارة حرارتها بسهولة لانه نتيجة المجال المغناطيس اللي هيمر في القلب الحديدي والشرائح دي هيحصل برضو تغير في دارة الحرارة يبقى هنا حيفقد دارة حرارته بسهولة جميل طب ده عشان رقائق طب ليه صلب سيليكوني يعني بص احنا ناخدها كلمة كلمة السؤال احنا نبقى فاهمين يعني انت عارف السؤال ده لما ساعات بنسأله للطلبة كده يقول لي ايه اقول له علل تصنع رقائق القلب الحديدي السؤال ده يجي لك في المولد او في المحرك او في المحول نقول له تصنع رقائق القلب الحديدي من السلب السيليكوني وتعزل بالورنيش ليه يقول لي والله للتقليل من الطيرات الدوامية او الاعصارية هو خدها من الجملة ورح اقيلها على طول فانت اخد بالك من النقطة دي انا عاوز ابقى فاهم خد السؤال كلمة كلمة هو قال لي رقائق من السلب السيليكوني اخد الكلمتين دول رقائق وسلب السيليكوني ليه رقائق علشان رقم واحد علشان سهولة فقد دارة الحرارة طب ليه سلب السيليكوني قال لي لان السلب السيليكوني معدن له معامل نفذية مغناطيسية عالي جدا وقابل للتمغنط تمام كده طيب ليه بقى معزول بالورنيش للتقليل من الطيرات الدوامية والاعصارية او للتقليل من مفقيد التخلف المغناطيسي شفت انا خدنا السؤال تلات كلمات طلعنا لهم كل كلمة طلعنا لها نقطة في الاجابة تمام كده ناخد بالنا من الاسئلة نكون فاهمين كويس هو الطالب اللي قال لي يعني انا لما سألت السؤال ده ولقيت الطالب قال لي للتقليل من الطيرات الدوامية والاعصارية هو كلامه صح بس انا عاوزك تبقى فاهم السؤال كويس اوي واحنا درنا معاك هنا ان احنا نوصل لك المعلومة صحيحة ونوصلها لك بالتفصيل تمام كده طيب نيجي بعد كده هلاقيه بيقول لي فكرة عمل المحول الكهرابي نظرية العمل يعني وهنا نظرية العمل يا شباب هيقولك وضح بالرسم فكرة عمل المحول الكهرابي او اشرح بالرسم نظرية عمل المحول الكهرابي طب المحول الكهرابي ده احنا قلنا هو عبارة عن ايه انا عايز برضو اجيبها اونا فاهم عاوز اقولها اونا فاهم انت ممكن تحفظها بس لما تيجي تقعد تتناقش مع حد عايزين نبقى فاهمين صح كده عايز اطلع فني فاهم هو المحول بيتكون من ايه قال لي والله المحول ده قلب حديدي عليه ملف ابتدائي وملف سانوي ملف الابتدائي متصل بالمنبع او المصدر والملف السانوي متصل بالحمل التلاتة معزولين عن بعض عزلا كهربيا جميل طيب ما تيجي بقى نفسر نظرية العمل لما جا شغال المحول ده هعمل ايه شاحن التليفون عمل ايه لما اول محطينا الشاحن في المأخذ اللي عندي البريزة اللي عندي اللي هي 120 في البيت اول محطيت الشاحن حصل ايه في المحول جوه قال لي والله المحول ده خد المتين وعشرين في الملف اللي ابتدائي ها اسمع الكلام ده كويس خد المتين وعشرين فولت في الملف اللي ابتدائي أول ممر طيار في الملف اللي ابتدائي هو وقع عليه جهد على أطرافه حصل إيه نشأ مجال مغناطيسي حول الملف ما هو أي طيار هيمر في سلك هيحصل مجال مغناطيسي طب المجال المغناطيسي ده قال لي ده الملف ده موجود على قلب حديدي من السلب السيليكوني جميل السلب السيليكوني معدن لها معامل نفذية مغناطيسية عال فعمل إيه جمع المجال المغناطيسي في القلب الحديدي وبقى القلب الحديدي شايل إيه المجال المغناطيسي كله بقى المجال المغناطيسي رايح جاي فين في القلب الحديدي وهوريلك شكلي يودينا لسكة القلب الحديدي والمجال المغناطيسي وهو بيمر فيه لما المجال المغناطيسي بقى يمر في القلب الحديدي بالشكل ده كده حصل إيه الملف ده نشأ في مجال حصل ان المجال مر في القلب الحديد يرح لحد فين هو بيروح لحد الملف الثانوي قطع الملف الثانوي ونظرية التوليد للطيار الكهربية بتقول لي ايه ان مجال مغناطيسي يقطع ملف كهربية يتولد فيه طيار وقوة دفعة كهربية او الملف يقطع مجال حيتولد فيه طيار وقوة دفعة كهربية فاكريني الكلام ده قلناه في الباب الاول الخاص بتوليد الطيار المترد وكيفية الحصول على الموجة الجايبية قلنا ان الجهد او الطيار المتردد هيتولد وينشأ سواء كان الموصل هو الدوار او الاقطاب هي الدوار يعني المجال هو اللي يقطع الملفات او الملفات اللي تقطع المجال يبقى احنا فهمنا ان المجال لما يقطع ملف هيتولد في ايه هيمر في طيار وهيتولد على اطرافه قوة دفعة كهربية صح كده يبقى احنا كده فهمنا قلية العمل ونظرية العمل نقدر نجيبها ازاي تعال نقراها مع بعض ونشوف رسم يوضح لي ورسم او صورة متحركة توضح لي المجال المغناطيسي ومروق الطيار فكرة عمل المحول الكهرابي بيقول لي عند توصيل الملف الابتدائي بمصدر الجهد المتردد الذي يغزي المحول فانه يمر فيه طيار فين في الملف الابتدائي فانه يمر فيه طيار متردد يؤدي الى توليد فرد مغناطيسي متردد في القلب الحديدي يبقى المجال المغناطيسي او الفرد المغناطيسي ده حيمر في القلب الحديدي بص بقى ليخترق الملف السانوي كما يخترق ايضا الملف الابتدائي وبالتالي تتولت قوة دفعة كهربية في الملفين بالاستنتاج تمام انا عاوز مع حضرتك هنا على الداتا بتاعتنا دي لو نقدر نرسم شكل المحول الكهرابي ونوضح شكل المحول الكهرابي اللي احنا ممكن نعمل الرسمة بتاعته هنا بيقول لي ايه المحول الكهرابي بتاعي بيقول لي ايه دي شكل القلب الحديدي اللي نرسم كده ده شكل القلب الحديدي بتاعي وهنعمل طبعا سلسل الابعاد كده علشان نكون نتخيل شكل القلب الحديدي بتاعي وهنا اهو ده كده شكل القلب الحديدي بتاعي طيب القلب الحديدي هنا عبارة عن ايه يا شباب قال لي والله ده هنا هيبقى فيه شرايح من السلب السيليكوني دائرية الشكل او آسف مستطيلة الشكل كده اهو شرايح من السلب السيليكوني تمام يبقى انا هنا هقدر اقول ايه ان ده كده عبارة عن شرايح من السلب السيليكوني اهو. مش احنا قلنا القلب الحديدي عبارة عن رقائق او شرائح من الصلب السيليكوني. تعزل بالورنيش وتضغط مع بعضها لتكون القلب الحديدي. ايوة. تمام كده? طيب. هنعمل ايه تاني? قال لي والله احنا ممكن نعمل ايه بقى تاني? هنيجي هنا ونيجي واخدين الملف اللي ابتدائي. ايه دي الملف اللي ابتدائي اهو. اهو هنا كده. ايه دي الملف اللي ابتدائي. واقول هنا ده منبع الجهد المتردد. نقول هنا المصدر. تمام كده يا شباب? طيب. واجي هنا الملف الثانوي. نجي هنا كده الملف الثانوي اهوة. برضو هيخرج طيار متردد. وهنا رايح لمين يا شباب? رايح للحمل. تمام كده? جميل. طيب نعمل ايه تاني? قال لي والله بقى هنا هيمر طيار اسمه اي واحد. الطيار الابتدائي او طيار الملف الابتدائي. او طيار المنبع. طيار المصدر. صح كده? وكان فيه هنا جهد اسمه في واحد. بمجرد ما مر الطيار في الملف الابتدائي. قال لي في نظرية العمل. هينشأ فيه في الملف الابتدائي ده مجال مغناطيسي. جميل. المجال المغناطيسي ده يعمل يا شباب. هيمر في القلب الحديدي. الخط الشرط ده يا جماعة هو مين? المجال المغناطيسي. تمام كده? اسمه فاي. تمام? طيب. المجال المغناطيسي اللي نشأ في القلب في الملف ده مش مر في القلب الحديدي. صح كده? لما مر في القلب الحديدي وهو نازل هنا كده مش قطع الملف السانوي. ايوا يبقى ولد فيه قوة دفعة كهربية ولا لأ عند الملف السانوي. ما هو الطيار ده لما مر هنا ولد لي قوة دفعة كهربية في الملف الابتدائي. وهنا لما المجال ده قطع الملف السانوي مرر لي فيه طيار اسمه اي اتنين. ونشأ على اطرافه جهد اسمه في اتنين. وبقى فيه في الملف ده قوة دفعة كهربية في الملف السانوي اسمها اي اتنين. تمام? جميل. طب هو الملف ده مش ليه عدد لفات حنسميها ان واحد. والملف ده مش ليه عدد لفات حنسميها ان اتنين. تمام? يبقى كده ده لما يقول لي نظرية العمل. يعني هنا كده اشرح بالرسم هقوله اشرح بالرسم نظرية العمل للمحول الكهرابي. يبقى هنا رسمتله واقوله عند مرور طيار في الملف الابتدائي. ينشأ مجال مغناطيسي. يمر في القلب الحديدي. فيقطع لفات الملف السانوي فيتولد قوة دفعة كهربية فين? على الملف السانوي بالاستنتاج. واحد يقول لي يا مستر يعني ايه بالاستنتاج? هقولك ارجع تاني لكلمة انه الملف الابتدائي والسانوي والقلب الحديدي معزولين عن ضعف عزلا كهربيا. يعني نتيجة نتيجة لقطع المجال المغناطيسي للملف السانوي اتولدت القوة الدفعة الكهربية في الملف السانوي. تمام كده? يبقى بكده احنا فهمنا نظرية العمل وقالية العمل للمحول الكهرابي. طيب تعالا نشوف الشكل اللي معانا على شاشتنا ده يوضح لي اكتر يعني احنا رسمناه تعالا بقى نوضح بشكل كده جميل شوية. هنا عندي الملف الابتدائي فين يا شباب هنا? واحد يقول لي مستر انت رسمت الملف الابتدائي على الشمال. طب الملف على الشمال هنا متصل بلمبة يعني حمل. هقولك ركز بقى. ما احنا قلنا بقى هو اللي على يمين هو اللي على الشمال المهم اللي متصل بالمنبع هو الملف الابتدائي. واللي متصل بالحمل هو الملف مين? السانوي. جميل. يبقى هنا المنبع عندي اهو الان والوف المفتاح اللي هنا. اول ما ضغطنا عليه شغلنا المفتاح. وصلنا دائرة الملف الابتدائي وصلنا لها طيار. مر فيها طيار. الخطوط اللي ماشية دي. تقول لي يا مستر حضرتك رسمت لنا خط واحد للفريض المغناطيسي. هقول لك يا حبيبي افهم معايا. مش هي مجموعة من الرقائق. من رقائق السلب السيليكوني مجمعة مع بعضها. ايوة. كل رقيقة من الرقائق دي مر فيها او قطعها المجال المغناطيسي. او مشي خلالها او حملت المجال المغناطيسي. علشان كده الشكل بيوضح لك بيقول لك ان كل الرقائق شايلة المجال المغناطيسي. تمام? طيب. هنا مر طيار في الملف الابتدائي. نشأ مجال مغناطيسي. اطع القلب الحديدي او مر خلال القلب الحديدي. اطع لفات الملف السانوي. تمام كده? اطع لفات الملف السانوي. يقوم يحصل ايه? يتولد على اطرافه قوة دفعة كهربية مستنتجة. وده شكل يوضح لي الكلام اللي احنا قلناه في نظرية العمل. طيب. صورة ايضا توضح مرور خطوط الفريض المغناطيسي في المحول الكهرابي. وتوليد القوة الدفعة الكهربية في كل ملف. تعال هنا. هنشوف هنا الملف الابتدائي. اللي هنا بص كده. الان واحد او اللي هو الملف الابتدائي وهنا السانوي ان اتنين. الملف الابتدائي انا دخلت له طيار متردد. وخد بالك انا عاوزك تلاحظ شكل الموجة الجيبية هنا للطيار المتردد. وشكل الموجة الجيبية هنا عند برضو طيار متردد بس عند الخرج عند الحمل. لاحظ كده. لاحظ ان هنا الموجة قيمتها عالية. قيمة الجهد الداخل عالي. لكن هنا قيمة الجهد الخارج منخفض. يبقى الملف المحول ده شباب محول ايه من الشكل كده وشكل الموجة الجيبية للداخل والخرج. انا فهمت ان ده محول خافض. فهمت ايه يا شباب ان ده محول خافض للجهد. جميل. اه هنا كمان حاجة تقولي ان ده محول خافض للجهد. عدد اللفات. وده هنشوفه برضو هتدرسه في العملي. ولما نتكلم عن المحول الرافع والخافض هتلاقي ان عدد لفات كل ملف بيعتمد عليها. ومساحة مقطع كل ملف بيعتمد عليها. هل ده هيبقى محول رافع ولا هيبقى محول خافض. تمام؟ طيب. هنا موجة الطيار دخلت او موجة الجهد اللي على اطراف الملف الابتدائي بمجرد ما بدأت تدخل وهي هنا بالنص الموجة بشوف السهم هنا فين. لما تيجي عند النص السالب شوف السهم بقى فين. تمام كده؟ طيب. يبقى انا هنا نظريت العمل بتاعته برضو بتتحقق اللي هي بمرور طيار في الملف الابتدائي بينشأ مجال مغناطيسي يمر في القلب الحديدي يقطع الملف الثانوي وبالتالي تتولد قوة دفعة كهربية على الملف ايه السانوي. تمام كده يا شباب؟ طيب. تعال بعد كده نتكلم عن اسبات القوة الدفعة الكهربية. وده جزء مهم قوي. هنشتغله على الداتا بتاعتنا هنا اسبات القوة الدفعة الكهربية. هنا لو قلنا اسبات القوة الدفعة وتعود بقى على كلمة القفض الكاف القوة الدفعة الكهربية. القوة الدفعة الكهربية اللي هي بين قصين كده يا شباب ايه؟ قاف دال كاف بالانجليزي تمام كده؟ المتولدة في كل ملف من ملفات مين؟ المحول. هنقول ايه؟ قال لي والله انه في كل ملف حيتولد قوة دفعة كهربية. ما ده اللي شفناه من الرسم. مش ده اللي شفناه هنا يا شباب. قال لي الملف ده لما يمر فيه طيار حيتولد قوة دفعة كهربية في الملف اللي ابتدائي اسمها ايه واحد. وهنا لما المجال يقطع الملف ده. حيتولد قوة دفعة كهربية اسمها ايه اتنين الايوة. تمام كده؟ طيب. انا عندي هنا حاجة اسمها القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية في الملف اللي ابتدائي. تمام؟ قال لي بتساوي ايه؟ هتساوي ان واحد اللي هي عدد لفات الملف اللي ابتدائي في معدل تغير الفريد المرناطيسي بالنسبة لمعدل تغير الزمن. تمام؟ طيب. والاي اتنين قال لي والله الاي اتنين القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية في الملف الثانوي عبارة عن ايه ان اتنين مضروبة في دلة الفيد او معدل تغير الفيد بالنسبة للزمن او بالنسبة لتغير الزمن بتاعي تمام كده طيب يبقى من الكلام ده قال لي اذا كان المحول مثالي اذا كان ايه المحول مثالي يعني ايه المحول مثالي يا شباب قال لي والله المحول مثالي معناه ان ال اي واحد تساوي ال v واحد تمام كده معنى المحول المثالي ده معناه انه ال اي واحد تساوي ال v واحد ومعناها تاني ان ال اي اتنين تساوي ال v اتنين تمام وبالتالي اقدر اقول ان ال v واحد اقدر اقول ان هي ال v ماكسيموم مضروب في سين اوميجا تي طب ال v اتنين نفس الكلام تمام كده ال v ماكسيموم مضروف في سين اوميجا تي تمام طيب من الكلام ده اقدر اقول لحضرتك ان القوة الدفعة الكهربية هتساوي في الاخر الاي واحد عبارة عن اربعة واربعة واربعين من مية اف ان واحد الفاي ماكسيمم طيب معنى الكلام ده ايه معناه ان القوة الدفعة الكهربية في الملف الابتدائي طيب وهنا ان واحد طيب اي اتنين تساوي اربعة علامة اربعة واربعين من مية برضو التردد في اي اتنين في الفاي ماكسيمم يبقى هنا اختصار سريع قوي لازبات القوة الدفعة الكهربية اللي من خلاله اقدر احصل على معدلتين القوة الدفعة الكهربية المتولدة في كل ملف اي واحد واي اتنين وقت حلقتنا خلص معاكم بسرعة تمنياتي لكم جميعا دوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة